موسيقى موسيقى الأستاذ بقالي كان هذا الأسبوع حملت شارع احتجاجية للنقابة الوطنية للإياه لنسخ القضائيون ما هي الدوافع للإحتجاج؟ الأستاذ محترام الدوافع الأساسية للحمر الشارع لمدة أسبوع كانت واضحة وجالية للإخوان والأخوات النسخ القضائين على المستوى الوطني نحن لم نطلب أي شيء إلا مطالب اجتماعية كانت لدينا 11 مطلب اجتماعي للسدى النسخ على المستوى الوطني الوزارة العادل استجبتنا للمطلبين اللي هو التغطية الصحية والتقاعد اللي ندخلطنا فيه الحمد لله هذا إنجاز كذلك الاستجابة للتعريفة الزيادة في التعريفة ديال التضمين واللي عن نحن منا موقف فهناك يعني بقى تسعد المطالب اجتماعية نظر لتوقف ديال الكوفيد وذلك شيء وتوقفنا عن المطالبة ديال الوزارة لأن جميع القطاعات رات وقفت احنا الآن كان طالبو وزارة العدل أننا تستأنف معنا الحوار خصوصا ما يتعلق باستقلالية مهنة خطات العدلة فيما يتعلق باستخراج النسخ العدلية النسخ اللي كتخرجوها احنا راه السادة العدول كياخد فيها التلوتين والسادة النسخ ياخد التلوت مع العلم أن الذي يقوم بالإنجاز والذي يقوم بالبحث في السجلات لمداته ربما قد استغرقوا شهرا كاملا هو الناسخ القضائي الذي يقوم بالتحرير بالكتابة ديالها بفكر رموز تلك النسخة فذلك النسخ اللي كنخرجوه احنا كتكون عندها ربما تكون عندها خمسين ستين سنة شكولي كيخرجها كيخرج الناسخ وكيكون وقف عليها القضاء في حكم معين في عقار معين شكولي كي يصهر على أفك الشفرة ديالها هو الناسخ القضائي بالتالي الناسخ القضائي يجد نفسه أخذ التلث من هذا الأتعب كاملا لذلك كان طالبه وزارة العدل أنها مادم الإصلاح المتعلق يعني بمهنات النسخة وخطة العدل الآن متوقف احنا كان طالبه أننا نواصله الاحتجاج ديالنا نواصله المطالبة بالمطالب ديالنا الاجتماعية رأي تم يجي هذا الإصلاح نحن معناش مشكل في الإصلاح يجي فوقش مبغى الإصلاح مرحبا به انتين يا أستاذ يجي ديال الإصلاح المتعلق الشمولي اللي كتشوفوا الوزارة بالإلغاء هذه المهنة نحن معناش المشكل فيه ولكن نحن الإشكال الأساسي والمهم هو أننا رأي تم يجي الإصلاح أعطينا استقلالية ديال المهنة نحن نرى المهنة القانونية والقضائية كلها عندها هيئات كلها عندها هيئات مستقلة وعندها قانون كي أطرها وكذا نحن معننا له هيئة الأولو ونحن عنا نقبة هي الممتل الوحيد الشرعي ديال السادة النسخة على المستوى الوطني لذلك نطلبوا بهئة وطنية ولما لا يكون تحديث هاد المهنة تحديث هاد المهنة تستجيب لتطلعات المواطن لأن الأرشيف راشي حاجة مهمة في البلد والأرشيف ديال المواطنين راكين في المحكمة التدائية بما في ذلك العقارات ديال المغربة التاريخية راكين عند السادة النسخ اللي كي شرف لها السيد قضي التوثيق المحترم حنا نستشغلوه داخل الإدارة من 8.5 إلى 4.5 مشي مهنة قضائية حر خصنا يتم تعديد لها القانون والتحديد لها المهنة الممارسة اللي كباش كنمارسون المهنة ممارسة قليدية جدا لذلك نطلبوا أننا يتم المراجعة مدام الإصلاح الشمولي وقف يتم مشيون لتحديث هاد المهنة هذي واللي تستجيب لتطلعات المواطنين ولما لا تكون وكالة وطنية للوتائق وكالة الوطنية للوتائق ويتم تحديث ديالها وتكونوا احنا نعطينا الرؤية ديالنا من وزارة العدل فيما يتعلق بالتحديث هاد المهنة فهذه المطالب الأساسية ديالنا والأهم مطلب هو كان طالبه وزارة العدل تعطينا استقلالية فيما يتعلق باستخراج النسخة تحسن الظروف الاشتغال وتجاوب معنا فيما يتعلق بالتحديث ديال هاد المهنة باش تتعطينا الحق ديالك باقي المهنة القانونية والقضائية وهذا ما يمكن لنقول الأستاذ فالجانب هذا وصلوا الاحتجاج ديالكم غدا بإضراب وطني بخصوصا بطبيعة الحالة الأستاذ غدا نوصلوا الاحتجاج ديالنا لأن غدا إن شاء الله عنا إضراب إنداري لمدة 24 ساعة فهي رسالة الوزارة العدل وطالبوا وزارة العدل من هذا المنبر على أننا لازلنا غير مصنفين ضمن المهنة القانونية والقضائية لازلنا غير مصنفين كنأكد عليها ضمن المهنة القانونية والقضائية فالتعريفة إلا تزادت ره ماشي مطلب كامل رحنا عن نوح المجموعة المطالب نعطيكم مثال بسيط كان بعض المراكز القاضي المقيم وهذا الشي رسلت فيه الوزارة المعنية بالأمر كان بعض المراكز القاضي المقيم الإخوان كنشتغلوا في ظروف سيئة جدا كان هنا إخوان في المحمدية ما عندهم لا تجيز له لمكاتب جد قديمة إذن الله يجزيكم بخير نحن نزل الحوار ومن دائما والسادة المسؤولين في وزارة العدل مشكورين يعرفوننا أننا نزل الحوار لا نخرجوا الاحتجاج إلا بعد ما رسلنا السيد وزير العدل رسلناه في مارس ورسلناه في مي باش نقول سمعه فيما يتعلق بهذا الأمور دينا اللي هي هاد الميناء هادي اللي كيعتبر من ترات الوطنية دي المغربة لأن فيها الأحوال الشخصية فيها الميرات هذا التوتيق التوتيق الشرعي والتوتيق العدلي اللي كين رهكين كامل في المحكمة في سجلات دي المحكمة اللي كيشرف عليها الناسخ القضائي الناسخ القضائي هو الذي يقوم بتوتيق أو بتسجيل هذا الوتائق في السجلات المعدلة ذلك ويشرف على الحفاظ عليها يعني وحل مجموعة المهم كنقوموا بها اللي كتخدم القضاء نحن نحن في خدمة القضاء فيما يتعلق المجموعة عديد القضايا كتكون رائجة في المحكمة رأيك يحكم السيد القاضي الحكم أو كتحكم غرفة المشورة بهذه النسخة التي يخرج السيد الناس القضائي فنحن مكمل أو لا تريد أن تقول الحجية للمواطنين نحن مع الحوار ومن هذا المنبر أدعو وزارة العدل إلى فتح حوار جدي فيما يتعلق باستقلالية مهنة النساخة عن مهنة خطة العدالة لتجنب التشنجات التي تحصل في بعض المحاكم فيما يتعلق بهذه النسخة